اهلا بكم يا جماعة ومسائل خير عليكم ويا رب كلكم تكونوا بخير كالعادة مراجعة تفصيلية تاني لساعة من ساعات امسفيت على القناة الامسفيت جي تي اس سري واللي من وجهة نظري لو انت بتحب الساعات الشبيهة بقبل او الساعات الفاشن شوية هي فعلا من افضل الساعات اللي قدمت لي الشكل الحلو جدا مع الامكانيات القوية اللي قدمتها لي في الفترة الاخيرة طيب تعال نفتح العلبة بتاعتنا ونشوف ايه محتويات العلبة العلبة امسفيت كلها ما بتتغيرش هي علبة واحدة بس المرة دي بتلاقي امسفيت كاتبة على الجزء الشمال هي Powered by Z دي معناها ان امسفيت بتشتغل دلوقتي بالسوفتوير بتاعها هو Zip OS خلاص ما بقتش بتعتمد على السوفتوير القديم اللي موجود في كل ساعات القديمة اللي كان Powered by Google او Powered by Android ومجرد ما هتفتح العلبة طبيعي جدا انك هتلاقي الساعة في هذا الشكل المهول فعلا يا جماعة الساعة المرة دي يمكن تكون فلتة شوية من امسفيت ان الساعة فعلا شكلها فخم كدا لو هتقارنها بالجيتي اس وان او الجيتي اس تو لا الساعة المرة دي سليم كده ديزاين ومشتخينة وشكلها فخم جدا وطبعا متوفر منها ثلاث ألوان اللون الوايت اللي بيجي بالبادي بتاعه ميل كده للون الجولد شوية ده لون حلو جدا ده اللي عجبني اللي معايا وفي لون تاني اللون الاسود ده بيكون شبابي بحث بقى وفي لون تاني بناتي كده هو التريرا روز لون روز طيب بعد ما اتفرجنا على العلبة خلينا بقى نشوف محتويات العلبة نفسها بمجرد ما بتفتح على الجزء اليمين بتلاقي الكتاب اللي تقريبا أغلبنا بيجهله بس انا عايز اقول لك الكتاب ده في معلومات قيمة جدا حاول تقراها زي معلومات مقاومة الساعة للغمر تحت المية وإيه المعايير اللي تتابعها وزي انك تشحن الساعة ازاي فاقرى الجزء اللي بالعربي اللي موجود في الكتاب دوت بعد كده هتلاقي اللي في الجزء اللي على اليمين الشاحن شاحن أشبه بساعات اماسفيت مش عايزة تعمل وارلس تشارج معين الساعة مش رخيصة الساعة 3500 جنيه بس خليك تكمل معها المراجعة لنهاية فعلا الساعة دي استحق 3500 جنيه الشاحن دوت زي الشواحن اللي موجودة في الجي تي اس تو او الجيل الاقدم بس البلاج او الراز بتاعته اضخن شوية ففعلا الساعة هنا قني انقصها حاجة واحدة بس ان هي يكون فيها سبيكر خلفي للرد على المكالمات بس دوت هيكون في الفرجن الاقدم ومش موجود في الفرجن الجديد خليك معايا وكمل مراجعة لنهاية لان فعلا المراجعة دي ده سيمة جدا فيها كل التفاصيل عن الجي تي اس سري خليك معايا وكمل للنهاية وطبعا كان المعتاد اول حاجة هنبدأ بيها النهاردة مراجعتنا هي التصميم وسمحني يا صديق شوية لو لقيتني ببالغ شوية في موضوع التصميم لان انا بحب تصميمات الساعات المربعة بس المراضي الساعة من امازفيت فعلا هي شيك جدا شيك فوق ما تتخيل بينزل منها ثلاث الوان منها اللون الوايت اللي معايا دوت وطبعا الساعة بالكامل الباضي بتاعها بييجي من الالمونيوم وبييجي معاها ستراب زي دوت 20 مليميتر طبعا تقدر تغيره لاي ستراب تاني لاي لون انت محتاجه وليكن ستراب لونه اخدر او اي لون انت محتاجه اي ستراب عايزه تقدر تغيره فيه الساعة طبعا من وراء فيها مستشعر البيوتراكر الجيل التالت وموجود منها ثلاث الوان زي ما قولتلك اللون الاسود واللون الروز واللون الابيض الافوري وايت اللي موجود معانا دوت المميز بقى في الساعة دي ان حجم الشاشة بقى اكبر من الطبيعي لان الجيل اللي قبلها كان حجم الشاشة واحد خمسة وستين انما حجم الشاشة هنا بقى واحد خمسة وسبعين فهيديك فرصة انك تشوف تفاصيل اكتر مع احتفاظ امسفيد بحجم الساعة القديم اللي هو اتنين واربعين ملي فبالتالي هم قللوا البيزلز اللي على الاطراف هتلاقي الجزء الاسود او الاطار الاسود اللي على الاطراف دوت قلب نسبة كبيرة جدا طبعا مع شاشة اموليد الوانها عالية جدا كل الحاجات اللي انا بقولك عليها دي جميلة جدا بس اللي ابهرني من خلال تجربة الساعة ان الساعة هنا بتعرض المحتوى يا صديقي بجودة الترا اتش دي بجودة الترا اتش دي يعني المحتوى هنا انت هتشوف تفاصيل وهتشوف الوان زهية جدا في الساعة هتشوف الوان زهية جدا ففعلا امسفيد هنا كانت مركزة جدا على الشاشة بتاعة الساعة دي لان هي كبرت السكرين تو بادي ريتشو او نسبة استحواز الشاشة من الساعة خليتها 72% وكبرت حجم الشاشة وكمان تجربة عملية انا هجربها قدامكم دلوقتي لان المفروض ان الشاشة دي بتحتوي على 1000 نتس وكل ما عدد النتس بيزيد كل ما بيخليك تشوف اضاءة افضل تحت اشعة الشمس ودوت هنجربه معنا طيب من الحاجات الجميلة بقى والمفارقات الجميلة اللي عملتها امسفيد ان الساعة هنا بتحتوي على Classic Crown Navigation ايوة هو هذا الزر اللي على اليمين دوة شكله ظريف جدا مع تيكستشار ظريفة جدا هو تمخليها شكله حلو بس استخدامه ايه؟ استخدامه انك تقدر تطلع او تتحرك في الساعة فوق وتحت من غير ما ايدك تحجب جزء من الرؤية يعني انا مش عايز استخدم ايدي لا استخدم هذا الزر اللي على اليمين شكله ظريف جدا وانت بتتحرك بيديك ظريفة كده ان انت بتتحرك في الساعة فوق وتحت وبيتحرك طبعا بسرعة جدا كمان الشاشة هنا بقى معدل تحديسها لاول مرة تكون موجودة في ساعات امسفيد يوصل لستين اطار في الثانية طب دوت عملوا ليه؟ عشان الجديد وانت بتتحرك فوق وتحت ايدك ما تقدرش تفقد بيها تفاصيل خالص لانك هتتحرك فيها كتير في ايدك ما تفقدش تفاصيل تعال بقى نخش جوه التصميم الداخلي وهذا الشكل اللي انت شايفه المتحرك قدامك امسفيد خلت من الشكل دوت خمستاشر شكل متحرك لان دي اول ساعات من امسفيد تيجي بالانيميتد او المتحركة والحرقات الزريفة دي طيب الساعة دي بتشيل لحد كام أو الشكل اللي انت شايفه دوت الساعة بتشيل لحد مية واتش فيس لحد مية منهم كام متحرك منهم خمستاشر تعال كده نخش يا صديقي نتفرق عليهم على بعض لان انا الموضوع دوت بيعجبني جدا بص خش يمين ويش مال كده هو هتلاقي ووتش فيسس كتير جدا منها المتحرك ومنها السابت ووتش فيسس كتير جدا وحط اللي انت عايزه بقى اللي يكون مناسب للبسك او مناسب للاوت فت بتاعك وكمان فيهم بعض الووتش فيسس تقدر تعدل عليهم يعني انت لو لقيت شكل زي دوت سمزة او حاجة او عجبك ينفع تعدل عليه ده بالاضافة كمان انك تقدر تحط صورتك على الساعة الناس اللي بيحب يحط صورته ابنه او صورته هو على الساعة فده امر منطقي جدا الووتش فيسس الجميلة جدا المتحركة زي ما انت شايف ووتش فيسس زي دوت بيخلي فعلا شكل الساعة مش تقليدي شكل الساعة تحصه بريميام كده عايز اقول لك والله مش عشان حاجة بس من خلال تجربتي للساعة دي هي يعتبر كاملة متكملة كاملة متكملة بس للأسف هي مفهاش سبيكر للرد على المكالمات طيب حاجة تاني بتعجبني جدا بقى وانت حتى بتقفل الساعة بتاعتك بتحتفظ ان هو يكون شكلها لذيذ وشكلها بريميام ومختلفة عن الساعات التقليدية من خلال خاصية اسمها خاصية بمجرد ما بتقفل الساعة بتاعتك بيظهر لك اشكال كتيرة جدا تختار ما بينها تختار ما بينها في منها العادي وفي منها تقدر تعمل طبعا بتاعها ستاندرد لو دخلت يمين هتلاقي الاشكال دي بعد ما بتقفل ساعتك الشكل دوت بيظهر بمجرد ما بتنزل ايدك او بتضغط بايدك على سنزر الجيروسكوب زي ما انا هعمل دلوقتي بيظهر لك هذا الشكل اللي قدامك حتى وانت قفل الساعة عشان الساعة يكون شكلها مميز طيب اقدر اختار ما بين كم شكل من الاشكال دي لحد طبعا ميت فانا يا صديقي لو هكلمك عن التصميم ففعلا لا الساعة تصميمها اه تحيث بريميام او مش تصميم معمول وخلاص من حيث المعدن الخارجي من حيث الاستراب ده حتى الاستراب امس فتعم لم تتعرك عارف ايه الهدف من الاستراب دوت وانت بتلعب رياضة لما بتهرق عشان يدي فرصة للجلد نفسه ان هو يتنفس ففعلا تصميم هنا انا مقدرش ادي اقل من تسعة على عشرة ولما هنجي نتكلم عن الجزء الصحي او الجزء الطبي اللي بتدعمه الساعة هتلاقي الساعة من خلال المستشعر الجديد بتاحها البايت راكر الجيل التالت بتقيس بعض القياسات منها المهمة ومنها الاهميته مش زاتة اهمية او يعني زي ان الساعة بتقيس معدل نبارات القلب وبتقيس نسبة الاكسجين في الدم وبتقيس خاصية زريفة اسمها الوان تام ميجر منت بتقدر تقيس من خلالها اربع قياسات مختلفة في وقت قليل وكمان بتقيس لك الاسترس او بتقيس معدل التوتر اللي عندك بالاضافة كمان ان الساعة بتقيس مراحل وجودة النوم وبتقيس طبعا درجة حرارة الجلد وقياسات مختلفة بس هلقدر اعتمد عليها قياس طبي لا طبعا ما تقدرش تعتمد عليها بس النسبة قربت جدا في ساعات اماس فت يعني انا دلوقتي واحنا بندردش مع بعض هقيس نسبة الاكسجين في الدم عندي تمام وهقارنها بالجهاز الطبي طبعا انت لازم ترجع بالساعة ورا شوية ورا شوية بعيدة عن المعصم بشوية عشان تقدر تقيس بها نسبة الاكسجين في الدم وتتأكد انك افلها صح طبعا هو رفض القياس لان انا مش راجع بالساعة فانا هرجع بالساعة ورا شوية في القياس دوت بس وبضغط عليها تمام عشان السنسور يشتسعره وطبعا هقيس بها نسبة الاكسجين في الدم اللي بقت مختلفة دلوقتي بقت بتتأس في خمستاشر ثانية وهي م عن الجيل الاسبأ اللي كانت بتاخد وقت اطول شوية بتوصل لحد خمسة واربعين سانية. طبعا كلنا عارفين ان بمجرد ما نسبة الاكسيزين في الدم بتقل ده مؤشر صريح ان انت الى حد ما اه في المراحل الاولينية في كورونا. انا قسط نسبة الاكسيزين في الدم عندي ولقيتها سبعة وتسعين. وهقسها بالجهاز الطبي اللي هو الاكسيميتر ونشوف النسبة اللي هتطلع منه كاملة. انا المفروض عايز اقارن النسبة دي بالجهاز الطبي. واقولي النسبة اللي هتطلع هنا هل قريبة من الجهاز الطبي الاكسيميتر ولا مش قريبة منه. فخلينا ناسمع بعض كده هو. هي برضو بالجهاز الطبي الاكسيميتر مش بتاخد وقت شوية. وهيقولي نسبة الاكسيزين في الدم كام وهقارنها بالسعة. هنا الجهاز الطبي بياخد حوالي تلاتين ثانية تقريبا يعني يعتبر نفس بتاع السعة ويقولي كنت اعتمد عليها. اما سفيت بتقولي ان النسبة الارقام الصحيحة هنا تخطط التسعين في الم permanently. فهنعرف من خلال السعة. ول kardeşتوه الرقم اللي فوق دوت هو نسبة الاكسيزين في الدم والرقم اللي تحت دوت معدل نبضات القلب ما ليس علاقة به. انا لا يعلاقه بالرقم اللي فوق اللي بيتروح ما بين خمسة وتسعين وستة وتسعين وسبعة وتسعين. ونشوفو هيوقف على ايه. تقريبا هو واقف على سبعة وتسعين يعني الساعة قريبة جدا من نسبة الاكسيزين في الدم اللي انا استهب الساعة واللي انا استهب الجهاز والطب بالاكسوميتر النسبة بتتروح ما بين ستة وتسعين وسبعة وتسعين خلاص انا كده مش محتاج الاكسوميتر وعندي النسبة في الساعة اللي خرجت بالزبط هي سبعة وتسعين في المية فالنسبة الى حد ما قريبة بس ده طبعا مش اقرار انك تعتمد عليها هتلاقي طبعا ان الساعة بتقسلك كمان معدل نبضات القلب عشان وانت بتلعب رياضة مسلا الساعة بتنبيهك لو فيه خطر او حاجة فالساعة بتقسلك معدل نبضات القلب اللي هو المفروض من ستين نبضة في الدقيقة في مرحلة الاسترخاء لو انت ما بتعملش مجهود زي ما شايف هو بجيب لي خمسة وتمانين نبضة لانها طبعا بصور فيديو ويعملش مجهود فالساعة بتطمنك على القلب وبتطمنك على الاكسجين وكمان خاصية ظريفة والاول مرة تكون موجودة في ساعات اماس في اتماع الجديد هي خاصية بمجرد ما بتضغط عليها كده هو بتقسلك اربع قياسات مختلفة الجميل ان هي بقى بتقسلك القياسات دي في خمسة واربعين ثانية يعني هي بتقسلك مثلا الاسترس توطر اللي عندك والضغط النفسي بتقسلك معدل نبضات القلب وبتقسلك نسبة الاكسجين في الدم وبتقسلك معدل التنفس طبعا انت يعتبر بتعمل مني تشيك اوب تشيك اوب قليل كده بتعمله بسرعة لان هو بياخد قديه بياخد خمسة واربعين ثانية بس طب دي هتفيدني بايه هتفيدك صديقي ان انت بدل ما تخش تقيس نسبة الاكسجين منفصلة تقيس معدل نبضات القلب منفصل تقيس الاسترس منفصل تقيس اصلا معدل التنفس عندك اللي هو بيكون من ستاشر لعشرين نفس في الدقيقة الوحدة كل القياسات دي انت هتاخد دقيقتين بالزبط عشان تقيسها نهيك يعني انك هتخش على كل اوبشنز وتقيس القياس وتخرج لأ هنا الساعة الجميلة ان هي بص ديتني مؤشر لاربع قياسات مختلفة اربع قياسات مختلفة اول قياس اللي هو معدل نبضات القلب بتاني قياس الاسترس سبعة وخمسين الاكسجين ستة وتسعين والبريسنج او معدل نبضات القلب خمستاشر او سوري البريسنج معدل التنفس خمستاشر نفس في الدقيقة الوحدة بس طبعا انا بقول لك الموضوع ده ما تعتمدش عليه طببيا بس هي الساعة قربت كتير جدا من الاجهزة الطبية وزي ما انت شايف طلعتلي نسبة الاكسجين تقريبا هو الاكسوميتر طبعا الاسترس ليفل دوت من قياس مختلف شوية بمجرد ما بضغط عليه بيقص لي بيقول لي انا متوتر او ريلاكسي او عندي يعني ممكن تكون مشكلة نفسية مدايقانة بنسبة قدي تاخد برضو وقت قليل حوالي من خمستاشر لتلاتين سانية وهتقول لك انت دلوقتي في مرحلة مرحلة الهدوء او انت متوتر او وزي ما تكلمنا عن الجزء الصحي وان الساعة تقدر تستخدمها كمؤشر او تقدر تستخدمها كمان اه كارشادات صحية عشان تطور من صحتك وتحافظ عليها طبعا ما نقدرش نخفل عن الناس الفتنس الناس اللي بتحب تلعب رياضة كتير ففي الجزء الرياضي هنا او في الحديث عن الجزء الرياضي هتلاقي الساعة من الحاجات الجميلة ان هي بتدعم اكتر من مية وخمسين واضع رياضي يعني يا صديقة اي رياضة انت بتمارسها سواء بتمارس رياضة الماشي او رياضة الجري او رياضات في الجم فهتلاقي اي رياضة انت بتمارسها هتلاقي ليها تراك ان هو بيحسب لك كل حاجة بيحسب لك عدد الخطوات والكارير اللي انت حلقتها والمسافة وكل حاجة تعالوا نجرب مع بعض مثلا ان احنا نشغل رياضة الماشي بمجرد ما بتضغط عليها لازم الساعة تطلق منك انك تفتح الجي بي اس من الحاجات الجميلة اللي طورتها امسفت هنا في الساعة ان الساعة بتدعم خمس اقمار صناعية او خمس اقمار ملاحية اللي منها الجي بي اس والجلونس والجاليليو واكتر من حاجة فالساعة بتدعم الجي بي اس من خلال الاخمس اقمار صناعية عشان يتتبع مسافتك ويحسب نشاطاتك فين بس طبعا للأسف الجي بي اس هنا مفهوش نافيجيشنز اما في الحديث عن مقاومة الساعة للغمر تحت المية او ان الساعة تكون ضد المية فالساعة هنا مقاومة للغمر تحت الماء لحد ريت فايف اتموسفير يعني لحد خمسين متر فانت لو هتنزل بيها بسين لو هتنزل بيها بول لو هتتوضى بيها لو هتنزل بيها جاكوزي فالساعة مش هتواجه فيها اي مشكلة لان هي مقاومة للماء لحد خمسين متر بالزبط في الحديث عن جزئية البحر امسفت ما سنصحتش بيها بس في بعض الناس بتستخدم الساعة الاسمارت ووتش دي بتنزل بيها البحر وبيتبعوا خطوات بسيطة كده بمجرد ما بيطلع من المية لازم يخسل الساعة باي مادة سائلة بمجرد ما يخسل المادة الساعة باي مادة سائلة لو عليها اي املاح او اي تراصبات ملحية نتيجة ان هو نزل او غطس بيها في المية فكل الاملاح دي بتروح الحاجة الجديدة اللي عملتها امسفت في الساعة دي بعد مكورتها الغمر تحت الماء لو الناس بتمارس بقى اربعات السباحة او الناس اللي بتمارس رياضة الغطس دي يقدروا يقسوا بيها معدل نبضات حاجة من ضمن الحاجات المهمة بقى اللي كلنا بنسأل عنها ان انا هشتري ساعة زكية بتكون غالية تمانعة مش اقل من 3000 جنيه وفيها وظائف وخصائص كتيرة جدا بس الحاجة المهمة بالنسبالي وهي البطارية البطارية بتاعة هذه الساعة هتقعد معي قد ايه المفروض على موقع امسفت مكتوب ان هي بتقعد في الاستخدام العادي لتناشر يوم والاستخدام او الاستخدام القوة بتقعد ستة ايام بس انا بقولك من خلال تجربتي الساعة دي بتقعد ستة ايام وكمان ممكن يعني مش مش هتعدل ستة ايام ليه لان انت هتستفيد بها في كل حاجة هتشغل عليها الانيميت الاشكال المتحركة دي وكمان مع خاصية وهتنزل برامج كتيرة وهتستخدم ساعة استخدام غير تقليدي لان الساعة دلوقتي بقى بيقبل ينزل عليها برامج فانسى هي مش هتقعد اكتر معاك من ست ايام لو انت استخدامك مش قوي هتقعد معاك او ما بالنسبة لبرنامج الساعة هو اسمه آآ برنامج امسفت زيب تقدر تنزله من على جوجل بلاي او تقدر تنزله من على الاب ستور وطبعا بينزل لاي سوفت وير لان احنا عارفين كلنا ان ساعات امسفت منها لو انا معي موبايل ايفون من اول تحديس فيما فوق او من اول انترويد سيبن فيما فوق تقدر تشتغل عليه. ده قاعدة بقى نتصفح شوية جوه البرنامج. اول حاجة بتلاقيها الستور. الستور دي تقدر تنزل آآ كثيرة جدا على الساعة. اي بتعجبك تبدأ تغيرها او تنزلها زي دوت. هنتكلم شوية عن البرنامج لان البرنامج هنا فعلا من اسهل البرامج اللي بتنزل للساعات الزاكية شوية. وفي معلومات كتيرة جدا المعلومات دي هتفيدك. معلومات زي معلومات تطبع الصحة انك تتحكم تحكم كامل في الساعة. ومن ضمن الحاجات الجميلة اللي في الساعة دي انك تقدر تتحكم بكاميره الموبايل فيها. يعني انت تعمل الموبايل على وضعات التصوير سواء هتصور فيديو او هتصور صورة عادية وتقدر تتحكم. زي ما انت شايف انا غيرت الواتش فيس وكمان المتحرك في ده ايه? طيب ايه كان الجميل اللي بيقدمه لي برنامج امسفت? طبعا الساعة زي ما قلت لك فيها مساحة تخزينية ينفع تنزل عليها برامج. برامج كتيرة بقى زي الهوم كوننكت زي الووتر تايم بينبهك لو هتشرب مية. برنامج خاص بالحوامل مش عارف جاي لايه. برنامج زي الواتش ستوريج. ومن ضمن البرامج المميزة في الساعة دي برنامج اسمه هوم كوننكتة هو اول برنامج فوق. البرنامج دو بستفيد منه في ايه? لو انا طبعا البيت بتاع سمارت النور بيفتح سمارت المكنسة مكنة القهوة سمارت قدر اتحكم فيها من الساعة. ففعلا برنامج زي هنا هو هو برنامج مفعم بالمعلومات الكتيرة جدا. طبعا في هنا تقدر تتحكم في كل بتاعتك لو جاي لك اي من الاشعارات او من الواتساب. طبعا الجزئية الخاصة تقدر تتحكم في الجزئية الخاصة بالصحة في الساعة انها تعملها تاست كل تلاتين سنة او اكتر تلاتين سنة ايه كل تلاتين ديائق او اقل شوية. طبعا هنا هو. وسؤال الناس كانت بتسأله هل الساعة بتدعم اللغة العربية? هي اه الساعة دلوقتي بقت بتدعم اللغة العربية. بس للأسف فيها مشكلة اما سفيتها تحلها ان احنا بيواجهنا مشكلة في الاشعارات. دي كل اللغات اللي بتدعمها الساعة حوالي عشرين اللغة تقريبا منها اللغة العربية لو ضغطت عليها هتحول لك الساعة للغة العربية. طيب انا لو بيجي لي اشعار باللغة العربية تمام? اه مش مش هواجه اي مشكلة في لغة الساعة لو انا عملتها عربي. انما الاشعار بيجي للكلام بالمشألب من الشمال اليمين لكن زي ما انت شايفه هو. لكن هو هيتحل مع اول تحديث هينزل كمان في خلال الاسبوع دوت. فده ما فيش منها اي مشكلة خطوة. اشتركوا في القناة